هكذا الآن بات اللبنانيون يتحدثون عن زيت القلي من قبل حسن نصر الله تداوله ناشطون لبنانيون بكثرة على شبكات التواصل زيت حسن نصر الله للقلي كما يصفوه مغردون أتى بعد ساعات من إقرار زعيم ميليشيا حزب الله للمرة الأولى بعمق الأزمة المالية التي يمر فيها نصر الله وبعد انطلاق حراك أكتوبر الشعبي منذ أكثر من سنة وعد بالاستمرار في دفع رواتب عناصره بالدولار مهما بلغت الأزمة المالية وأنه لن يدعى أحدا يجوع لكن هذه الشعارات كانت للاستهلاك الإعلامي الداخلي لمسك أو طمأنة عناصره وكوادره وعائلاتهم ومن يستفيد أيضا من الحزب ماليا بشكل مباشر أو غير مباشر أما اليوم فقد أطل نصر الله ليقول متراجعا إن ثمانين في المئة من عناصرنا كما يقول يعني هو هم من التعبئة أو الاحتياط ولا يتقاضون رواتب بل هم من يدفعون المال من جيوبهم ليذهبوا للتدريب قال نصر الله إن معظم عناصره بالستناء العسكريين يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية كحال اللبنانيين أما مقاتلو الحزب والمصنفون طبعا مقاتلين فهم يقبضون بالدولار الأمريكي ودون انقطاع هؤلاء دعاهم نصر الله لإنشاء صندوق بالدولار للتبرع لأقاربهم وذويهم وتزديد ديونهم كعمل خيري هذا الصندوق عده موقع جنوبي اللبناني محاولة لامتصاص غضب الشارع الشيعي الذي يغلى من غلاء الأسعار مضيفا أن الميليشيات تعمدوا إلى تسريح عناصر ممن جندوا للقتال في سوريا منذ عام 2013 بعد أن توقفت المعارك هناك لتخفيف الأعباء المالية موقع جنوبي نقل أيضا عن مصدر مقرب من الحزب قوله إن مسؤولا في الميليشيا طلب من عناصره الاستعداد لفترة تقشف وتوقع المسؤول في حزب الله أن يشهد لبنان فلتانا أمنيا وقطع طرق بسبب ترد الأوضاع الاقتصادية